الحصر مثل نام الحصر من ضمن الحاجات التي تحتاج مجود كبير لكي تحصر أطوال المواسير في الميديكالجاز هناك أكثر من 6 أنواع المواسير ماشيين فهذا المفروض لو كنا عملناها مانيول فنمشي بالمسطرة ونبدأ سواء كان مصطرة في الأوتوكاد أو مصطرة بعد الطباعة ونبدأ نيس أطوال وكل طول بالقطر فطبع عملية مرهقة سوف نرى كده لو عملناها في الريفت ستأخذ وقت قدي في الوقت الساعة 14 سوف نرى حصر المواسير فنأتي طبعا هناك أكثر من المدخل من داخل ستجد في البروجيكت براوزر في البروجيكت براوزر ستجد على كوانتيتي يمكن أن تذهب الى ساعة وضعه نيو سكيدوال كوانتيتي أو نذهب الى الفيو ونجد في البروجيكت في البروجيكت براوزر ستجد في البروجيكت براوزر سواء دي أو دي ستجد عندك البيبينج وانا عندي البايتم طبعا أنت فيه ممكن بايتم تعد عندك كم تي وعندك كم كل كل ذلك المنطقة البساطة البيب وخلي بالك أن أنت أنت شغال نيو كونستراكشن يعني ايه؟ يعني على البلان وانت بتعمل المدر بتاعك بتقوله انت في أي فيز الكلام دي ممكن ما كناش تتكلمنا عليه لان يبقى ممكن يبقى في نيو بيلدنج أو في محارة الديموليشنج او اكتر من فيز يعني فيه تتابع زمني يعني زي ما الريبت شغال في سري دايمينشن هو كمان شغال في الدايمينشن الزمني يعني انت ممكن تعمل حاجات بابنا موجود وانت بتعمله وبعد كده تعمله وبعد كده تعمله وبعد كده يدخل في مرحلة التصميم بعد كده ياخده المئاول يدخل في الاسبلت كل داوات ايه؟ انت شغال في كل مرحلة زمنية وكلها على نفس الملاغ فخلي بالك انت ممكن ان انت شغال تبقى شغال على حاجة تانية مثلا بدل ما هو نيو كونستراكشن وبعد كنت تبص ليه انه ما حصل لكش حاجة ليه انت بتقوله اعملي الحصر داوات بدل في نيو كونستراكشن في اجزيستنج بلدنج فطبع ما مش شايف في حاجة فيها اجزيستنج بلدنج فدي ممكن تبقى تريكة يعني هنقوله والله ان عايز بايب ناشي اوكي ادي بايب عايز ايه بقى في البايب انا اول حاجة عايز بقى في البيب فاروح هنا نختار ايه انو يدخل شوف لغاية دلوقتي انت معندهش حاجة انت هنا بتحصرها لسه مدخلتش حاجة انت عايزة فاروح له للسايدز اوه عندي السايدز وعايز ايه بعد السايدز عايز اللينس طبعا عندي اهم حاجة يبقى هنروح بعد كده لللينس يبقى عندي سايدز ولينس يعني ابسط حاجة احنا محتاجها ونقول له اوكي فاروح اقالك كل ايه يعني كل سيجمنت موجودة عملها لك الاثناشر مليا ده سيجمنت كان طوله 36 ملي طبعا انا مش عايز بقى الملي انا عايزه بالمتر فنيجي انا رح معلمين على الكولم بتاع اللينس ونقول له الفورمات نقول له Don't Use Project Setting فهو يخد بدل الملي يخليه بالمتر لانتعلم عندك تكتب هتكتب بالمتر في جدوة الانتميات بتاعه طبعا هو بديك المتر كامل ممكن انت عايزه مثلا لغاية ايه بالسانتي يعني يبقى فيه كسر عشرة تاني فتقول له مثلا لو عايز يعني وعندين تقول له اوكي ان هو حولها لك هنا بقى اديه بالمتر الحاجات اللي كان ما كاتبها لك بالملي اصبحت عندك بالمتر بس احنا بقى هنقعد كل ده يعني اشوف اللي اتناشر طبعا انا عملت ايه يا بو زيت مغازيت لا ما سبقش برد قال لك والله تعالى هنا بقى ايه بالمتر اوكي ادد لك شيء بيضاء صحيح ايه الكلام ده لانت لازم الاول تعمل سورتن للسايز هنروح ثاني في الصورتن والبروبينج ونجينا نقول له صورتن باي سايدز يعني هيجيب لك اللي هو ال 12 ملي الواحد و 15 ملي الواحد ونقول له اوكي ونجيب لك برضو انه يجمع لك يجمع يجمع انت لا تريد ان الخطوة دي قبل الجامعة لا يوجد شيء يعني هنا لا يوجد غير ل 25 ملي الواحد قال لك ايه ما حصلش ان فيه الا سيجمينت واحدة في 25 ملي الواحد وده طولها 2 متر 72 ملي الواحد من المال ليه انت لا تريد ان اجمع لي فانيجي هنا عندك في الفورماتينج في الفورماتينج خلي بقى انت لو دخلت من اي حاجة من هنا ممكن تغيرها هنا يعني في الاصلة كنت ايه فما تقلقش يعني فاجي عند اللينس وقل له ايه كالكوليت تويتل وقل له اوكي راح على طول مديلك يبا احنا عندنا ال 12 ملي ده عندك 4131 متر ايه ال 13 ملي اللي هو لا من ده عندك 13 متر لا يمكن ان تجد محرج المحرج من المحرج فهو يخرج ١٣ أو يمكن كان عمله بالإنش فالمهم يعني ممكن نجمع دي على دي مش مشكلة في بعد كده عند الخمستاشر ١٤٥٧ ١٤٧ ١٤٧ شوف احنا بقى عملناها في قد ايه نبتدينا وعشرة امتدينا بخمسة يعني خمس زي اللي اخدناها في عملية الحصر ده مع الشرح كمان من غير شرح هتلاقي الموضوع بقى ديئة واحدة اللي هو الديئة ديئة اللي انت استهلكتها على الريفت دي ممكن مسلا تقعد ثلاثة ايام مجموعة عمالة او واحد شغال في حصر المواصير بس لده مش حغلناها في المواصير امنا احنا في دقيقة اوكي